السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده نحل مع بعض تمارين الدرس الثالث والرابع قواعد من الوحدة الثانية صفات المقارنة وصفات التفضيل صفحة 104 رقم 1 My grandfather is not than my father Elder, old, older, oldest هو عايز يقول أن جدي أكبر سنا من والدي طبعا عندنا مقارنة comparative عشان ذال وبالتالي نحذف old ونحذف oldest old صفة عادية ممكن تجي في التساوي مثلا والدست تجي في التفضيل فاضل elder أخرها er وفي older برضو أخرها er أني واحدة فيهم لو فتحنا أي قموس وليكن لونجمند بيقولك أن elder معناها إيه؟ معناها the elder of two people الأكبر من بين شخصين especially خصوصا brothers أخوة or sisters أو أخوات is the one who was born first اللي هو تولد أولا وعكسها younger أنت تقدر تقول his elder son ابنه الأكبر ممكن تقول the elder of the two ماشي؟ يعني الأكبر سنا من بين الاثنين تمام كده؟ ولكن don't say لا تقول elder than someone أكبر من شخص ما تمام؟ say older than someone older مش elder إذن خطأ لغوي كلمة elder than أول ما تلاقي elder وبعدها than مش موجودة في الإنجليزي طبقا لأهل اللغة والقموس أهو وبالتالي elder دي محزوفة أساسا تبقت من older رقم اثنين فورمي بالنسبة لي نقطة أسبيكت of the conference was the decision to concentrate on environmental issue هو عايز يقول الجانب اللي صفته نقط ليه المؤتمر كان قرار التركيز على المسائل أو المشاكل اللي إيه البي إيه بسنا بصة في الاختراض the most encouraging so encouraged more encouraged as encouraging هو عايز يقول أن الجانب المشجع تمام؟ وبالتالي أقول مشجع طيب مشجع يبقى encouraging ولا encouraged لا طبعا صفة ing معناها هي التي تفعل فنحزف encouraged تمام كده؟ إذن عندك encouraged أصلا معناها مشجع ينفع أقول الجانب أو الوجه المشجع ممكن أقول شخص مشجع لكن الجانب مشجع تمام؟ فضل the most encouraging و as encouraging هل هنا فيه تساوي؟ لا as encouraging as مثلا يبقى دي غلط وبالتالي الإجابة the most encouraging صفة تفضيل يبقى بالنسبة لي الجانب المشجع أكثر أو الأكثر تشجيعا في المؤتمر كان قرار التركيز على المسائل البيئية رقم 3 he asked me so many questions to which I couldn't answer هو سألني أسئلة كثير صفتها نقط ما قدرتش أرد عليها طيب confused or confusing or confusion or confuses confused يعني يعني مرتبك يعني مثلا تقول I am confused أنا مرتبك لكن لا يمكن تقول أسئلة مرتبكة رغم أن عليها خلاف كده ولكن إحنا مش ندخل في الخلاف ده خلينا في الحاجة الشائعة صفة التصريف السلس معناها إيه معناها وقع عليك الشيء أو عليه الشيء يبقى مرتبك I am confused ولكن الأسئلة confusing مربكة مربك محير تمام تلخبط يعني confusion ده الاسم معناها ارتباك ارتباك تمام أو حيرة طب confused ده الفعل معناها يحير أو يربك نحن مش عايزينها أساسا عايزين صفة questions إذن الإجابة تكون يا إما confusing يا إما confused واتفقنا أن confused معناها شخص مرتبك ولكن في بعض الأحيان تمشي confused questions ولكن حتى ده مش قضيتنا خلينا في الحاجة الشائعة أن صفة الـ تجعل الشيء ايه أو تسبب الشعور فإذن الأسئلة مربك رقم أربعة The journey took نقط I expected so I got very tired longer than as long so longer longest هو عايز يقول أن الرحلة استغرقت أطول مما توقعت في المدة مثلا longer than صح مقارنة طب as long عايزة بعدها as فمش هنفكر فيها طب so longer احنا اتفقنا صفة المقارنة زي longer عايزة تقول بكثير كلمة so لما تيجي قبله صفة بتكون معناها جدا تمام بس صفة عادية زي ما قلنا مثلا so encouraging مشجع جدا وكذا صفة عادية لكن ما تجيش مقارنة إطلاقا يبقى so ما يجيش بعدها مقارنة خالص ممكن تقول much even a lot longer وكمن عايزة than يعني كده كده دي خطأ يبقى احفظ معايا كده سو ما يجيش بعدها صفة مقارنة سو ما يجيش بعدها صفة ايه مقارنة طيب longest عايزة قبلها ذا إذن إجابة تكون longer than وماشي كمعنى الرحلة استغرقت أطول مما توقعت عشان كده تعبت ورقم خمسة الراجل اللي هو شنب وطويل كلمة مستاش معناها شنب أو شارب بالفصحة يعني قالينا بالعمية شنب وطويل ده كان نقاط ذا الولد الصغير جير بعيد وانهي صاهم لما شافه يترى معناها الخوف احنا عايزين صفة مام كده الخوف والرهبة طيب معناها خائف طب فريتنينج صفة تسبب يبقى مخيف طب فريتنز ده فعل يعني يخيف طب هنختار مين فيهم هنختار فريتنينج صح ليه ترجم معايا بيقولك إن الراجل ده اللي شنبه كبير ده وطويل كان ايه خائف عشان كده الوقت الصغير جري ولا كان مخيف كان مخيف مين اللي كان فريتنز الخائف الولد بس هو جاب النقط الصفة هنا للرجل مش الولد إذن ده محزوفة اللي جابة تكون فريتنينج يعني مخيف رقم ستة هو عايز يقول إن الفيلم ده هو أكثر فيلم مضحك سبق وأن رأيته اتفقنا جملة مضارع تام بمعنى سبق وأن رأيته شاهدته خاصة بـ دايما قبلها صفة إيه صفة تفضيل صفة تفضيل لشيء ما سبق وأن كذا صفة تفضيل الموجودة الوحيدة هو الاختيار إيه؟ ماشي؟ رقم سبعة بيقول إن الكبري اللي على الوادي يبنى على نطاق أوسع أو أكبر من ليه قلت أكبر من؟ عشان ذان يعني في مقارنة وبالتالي نحزف أي صفة مش مقارنة تمام كده؟ خلاص بالحسف إذن إجابة تكون يبقى على نطاق أكبر من الكبري الذي يبنى على إيه؟ النهر رقم تماني بيقول لما الأوتوبيس نقول إتقلب هي بلنج معناها ينط كده أو يغتص تمام؟ واحد بينط في الماية مثلا بس هنا مش هنقول الأوتوبيس نط في الماية نقول إيه؟ إتقلب من على الكبري ونزل في الماية معناها كانت الخبرة النقط خلي بلك فيه ذا قبل النقط في حياتي كنا محظوظين إن ما فيش حد اتأزى ولا تعور يبقى الخبرة الأكثر صدمة الصدمة أكثر شيء عندك ذا يبقى بعدها إيه؟ تفضيله دي صفة طويلة اللي هي شوكينج قبلها موست رقم تسعة الحائط الجديد ليس نقط مثل القديم تمام كده؟ عندك في الاختراض فيهم as وخلي بالك فيه نفي هنا يبقى عايزي يقول إيه؟ إن الحيطة الكبيرة مش عالية نقولها إزاي is not is not as high as تمام كده؟ عندك تساوي as as ومن فيه بس إحنا اتفانى ممكن في حالة النفي as تبقى إيه؟ تبقى سوع عادي جدا المتاحة مين as ولا so as high as موجود أو لو قال so high as برضو صح طبعا the high as المفروض دي تبقى إيه؟ as أو so هنا عايزين as طب هنا عايزين as بعد high رقم عشر this is not part of all seas and oceans هذا هو الجزء النقط من بين كل البحار والمحيطات يعني بيفضل طرف تمام؟ على البقية يبقى كده إيه؟ دي تفضيل ماشي؟ deep لا عايزينها the deepest deeper مفروض deeper than ويكون طرفين يبقى الإجابة هتكون إيه؟ the deepest رقم حضاشر برج خليفة is not part of Cairo Tower بقار ما بين حكتين برج خليفة بالنسبة لبرج القهرة ما له؟ عندنا high يعني إيه؟ عالي يبقى أعلى من يبقى higher than higher than رقم اتناشر I know that European cars are expensive أنا عارف أن العربيات الأوروبية غالية but I haven't thought بس والله أنا ما اعتقدتش they are as expensive as that سهلة as صفة في المصدر لازم بعدها as تقول يا مستر طبعا احنا قلنا ممكن تكون the same لا the same مع الاسم يبقى the same price as رقم 13 for me بالنسبة لي winning the gold medal الفوز بالميدالية الزهبية was not important sporting event of 2020 احنا اتفقنا of وسنة يبقى بيدي تفضيل لشيء بيدي تفضيل ايه؟ لشيء يبقى حدث الحدث الرياضي الأكثر أهمية يبقى the most the most الأكثر أهمية خلي بالك تفضيل وبالتالي the most فقط رقم 14 parachuting is not sport ever parachuting اللي هو القفز بالمظلات او البرشوتو كده تمام يبقى القفز بالمظلات هي الرياضة النقط وفي الاخر ever ever يعني بيقارن ما بين كل الرياضات ادي معناها تمام يبقى فيه تفضيل يبقى اول ما تلاقي ever في اخر الجملة معناها بيقارن ايه؟ ما بين طرف ومجموعة وبيدي صيغة التفضيل او صفة التفضيل لطرف واحد من المجموعة دي يبقى عايزين صفة تفضيل اللي هي ايه؟ the most dangerous وانترجم ever على الاطلاق مثلا يبقى القفز بالمظلات هي الرياضة الاخطر على الاطلاق وتفهم ضمنية من بين كل الرياضات خمستاشر perhaps you looked bad this morning ربما كان شكلك سيء هذا الصباح but i looked even nقط ولكني كان شكلي اسوأ بكتير كلمة even هنا معناها بكثير اللي بعدها صفة ايه؟ مقارنة عشان نقول بكثير اللي سوي even a lot far much way تمام؟ يبقى محتاجين مقارنة طيب دي مش مقارنة دي مش مقارنة طيب more badly مقارنة ولكن عندك look قلنا ان الافعال التقريرية بمعنى يبدو look وسيم وساوند وتست بمعنى يعطي طعم و smell و verb to be وهكذا لو في بعدها حال او صفة تختار صفة على طول لازم يجي بعدها صفة يبقى ما نفكرش في الحال خالص اذا الاجابة تكون ايه؟ هتكون worse يعني اسوأ رقم 16 the quality of food is not nearly not as it was in the past خلي بالك فيه as يعني فيه تساوي صح؟ فمش هنفكر في the best التفضيل ولا المقارنة worse فضل as better or so good احنا اتفقنا ان as ثم صفة في المصدر ثم as صفة فين في المصدر وبالتالي هنحسف c لان as هنا بعدها مقارنة احنا عايزين صفة في المصدر اذا الاجابة تكون so هتقول لي يا مستر لسه حضرتك ال as ما احنا اتفقنا في حالة النفي في حالة النفي يجوز as او so في النفي فقط فاكرين يبقى as او so صفة في المصدر as يعني تساوي او نفي تساوي رقم 17 for the continuity of life لاستمرارية الحياة water is the not valuable of all liquids فان المياه هي السائل الاكثر ايه قيمة من بين ايه كل السوائل يعني فيه تفضيل كده وبالتالي عندك ذا يبقى بعدها ايه يا اما the most or the least valuable of all liquids المياه هي الايه الاقل قيمة بالعكس المياه هي الاكثر قيمة يبقى the most valuable of all liquids طبعا كده كده مش هنفكر في more ولا less عشان ديه تفضيل رقم 18 jerry looks much not than tom عندنا than يبقى في مقارنة واتفعنا صفة المقارنة ممكن يجي قبلها much او even او a lot او far away بمعنى بكثير تمام يبقى عايزين مقارنة طيب عندك intelligent اهي في الاختيارات معناها زاكي وصفة زاكي دي طويلة المقطع صح وبالتالي قبلها ya more ya less مش the most خالص لان دي ايه دي تفضيل عايزين مقارنة طبعا هنا intelligent عايزة قبلها ya less ya more اذا اجابة كونسية ومعنى الجملة ان جيري يبدو زاكي اكثر او بكثير من tom رقم 19 انه كان نقط منها ان ايه اه تحوش بعض الفلوس بعضا من المال يبقى انه كان ايه ليس تويس ولا وايز ولا ليس وايز ولا مور وايز دان ما فيش مقارنة ولا تفضيل صفة عادية لقد كانت حكمة منها او امر حاكم منها ان توفر بعضا من المال ماشي وكمان عندنا قاعدة اللي هي بتقول it وverb to be ثم بعدها صفة عادية زائد صفة عادية ثم مثلا to المصدر او ذات وجملة طيب هنا ممكن يكون فيه for for وشخص معناها بالنسبة للشخص او of وشخص يعني من الشخص يعني مثلا it is important انه من الهام for me بالنسبة لي او اقول it is nice of him انه لطف منه وهكذا رقم 20 بيقول tablets are getting not popular tablets ما لها عملا تصبح ايه more and more popular يعني ايه يعني اكثر واكثر شهرة احنا اتفقنا يجوز عطف صفة المقارنة على نفسها لتقوية المعنى رقم 21 i have much نقط cousins than him يعني انا عندي ولا دعم نقط منه بكثير شفت انا قلتي بكثير بعدها صفة مقارنة عندك ذان يبقى مقارنة احزف التفضيل تمام كده احزف الصفة العادية اذا اجابة تكون more رقم 22 yesterday was not than today امبارح كان نقط من النهاردة as hot more hot less hot هلاله hot وعايز يقول ان امبارح كان احر من النهاردة صح ففي مقارنة than as دي تساوي more hot مقارنة ولكن ما يجيش بعدها اطلاقا صفة قصيرة المقطع خطأ لغة يبقى احفظ معايا لما تلاقي more صفة قصيرة المصدر او حتى متضاف عليها اي شيء er مثلا hotter وهكذا خطأ لغة خطأ ايه لغة تحزفها على طول كمان مرة more ما يجيش بعدها صفة قصيرة المقطع more ما يجيش بعدها صفة قصيرة المقطع ماشي طيب less يجي بعدها قصيرة المقطع او طويلة المقطع دي صح ودي صح وما ننساش اني لازم تكون من غير اي اضافة ما نقولش less hotter اسمها less hot تمام كده فدي سليمة طيب little hot محتاجة قبلها ايه less مثلا او ممكن اقول hotter على اساس في مقارنة ما هو little معناها ايه slightly معناها a bit معناها بدرجة طفيفة وقلنا بعدها صفة مقارنة طيب فين hotter يبقى المفروض تصحيحها تكون ايه hotter اذا اجابة less hot بقى مش احر يعني احنا ترجبناه في الاول قلنا ايه انبارح كان احر من النهاردة ليه طب ما ممكن اقول ان انبارح كان اقل حر من النهاردة كان احسن يعني وده اللي اكتشفناه بعد ما حللنا الاختيارات 23 صلاح هو حاليا نقط لاعب في فريقه يبقى صلاح طرف والفريق كله طرف تاني طيب best عايز اقبلها the best the best player افضل لاعب اهي طب better ممكن اقول a better player than anyone in his team يعني في ايه اعادة صغر الجمل اساسا يبقى دي مع السلامة طبعا good عايزة as good as وحورات اذا اجابة the best رقم 24 living in a large villa is not المعيشة في فيلا كبيرة هو ايه انا مش عارف المعنى عشان لسه مقرقتش الاختيارات comfortable يعني مريح يبقى المعيشة في فيلا كبيرة هو مريح امر مريح صح ماشي مفيش مشكلة طيب too much comfortable يعني مريح اكثر من اللازم مش جاية more comfortable than عايزة الطرف التاني يعني اقول living in a large villa is more comfortable than مثلا living in a large flat يعني تحت خلاص جاوب ناكب يبقى عايزة الطرف التاني مع السلامة طيب so most comfortable ايه المشكلة فيها ممكن اقول so comfortable يعني مريح مش هقول so most comfortable مش جاية لاني so most عايزة قبلها the most comfortable وتقول كمان the most comfortable thing مثلا فالاجابة تكون comfortable صفة عادية يبقى المعيشة في فيلا كبيرة هو امر مريح حاجة مريحة صح صفة عادية ولا في مقارنة ولا تفضيل المعيشة في فيلا كبيرة هو نقط من المعيشة في شقة ايه كبيرة صح يبقى اكثر راحة ففي مقارنة ما بين طرفين المعيشة في فيلا والمعيشة في شقة يبقى هنا في مقارنة مش صفة عادية more comfortable مقارنة بس عايزة ذان اهي more comfortable than most comfortable عايزة ذا وكمان هتكون غلط حتى لو في ذا لان هنا ما فيش تفضيل لان في مقارنة ما بين طرفين رقم ستة عشرين the harder you practice the not you become طبعا ذا لما تلاقي بعدها مقارنة يبقى عندك كده حالتين فقط من بين الاثنين اللي هي مثلا the taller of the two brothers مثلا او كلما كلما يبقى عندك كده اول ما تلاقي ذا بعدها مقارنة هتفكر في استثنائين بس لان الطبيعي ان ذا ما يجيش بعدها ايار صح لكن اول ما تلاقي ايار يبقى كده في استثنائين اللي هم كلما كلما او الكذا من بين الاثنين لازم يكون طرفين هنا معناها كلما كلما ما ليه عندك ذا مقارنة ثم كما بعدها ذا مقارنة يبقى الترجمها كلما كلما يبقى the harder you practice كلما تمرنت بجد اكثر ايه اللي هيحصل دا نقط you become كلما اصبحت نقط اصبحت ايه فتر خلي بالك احنا عايزين مقارنة فتحزف اي حاجة غير المقارنة تمام كده خلاص احنا حزفنا ثلاثة خلاص اذا الاجابة تكون ايه فتر طبعا كلمة فت يعني يا شباب فت يعني لائق بدنيا لائق لا هي كده لائق بدنيا طيب اذا فتر الاكثر لياق تمام كده او اكثر لياق فنقول كلما تدربت بجد اكثر كلما اصبحت انت بترجم الفعل لاو كلما اصبحت انت اكثر لياق سبعة عشرين هو عايش ميلين ابعد من النادي مما انا افعل مما اعيش يعني تمام كده عندك مقارنة يبقى مش عايزين اي صفة في المصدر ولا است خلاص يبقى اذا اجابة فاردر يعني ابعد تمانية عشرين هو يكون نقط بكثير بعدها مقارنة تمام يبقى عايزين مقارنة إلدر ولا أولدر احنا اتفقنا اول ما تلاقي إلدر ذا نحزفها خطأ لغة ليه لان اهل اللغة بيقولوا كده زي ما قلنا في قبل الفيديو وبالتالة تحزف دي ودي لاني مش مقارنة فالاجابة بالحازف يبقى هو اكبر مني سنا بكثير تسعة وعشرين نقط كارز ار تشيبر دان يوانز هو عايز يقول السيارات المستخدمة المستعملة فالمفروض الفاعل مين هنا كارز السيارات وصفة السيارات ايه انها يوز مستعملة لان حد ممكن يقول يوزنج يوزنج معناها استخدام طب استخدام السيارات از مش ار ده رقم واحد غير المعنى مش جاي يعني استخدام السيارات يكون ارخص من الجليدة ما هو محددش جليدة ولا قديمة وعايز يقول قديمة مستخدمة يعني يبقى عندك يوز دي تصريف سالس معناها مستخدم مستخدم خلي بالك يبقى يوز تمشي صفة بمعنى مستخدم رقم 30 نقط كارز از اهي one of the causes of air pollution يبقى هنا بقى عايز يقول ان استخدام السيارات وركزوا معايا في الملحوظة دي اي جملة لما تبدأ بجراند اللي هو verb ing وكفاعل يعني هو فاعل الجملة لازم الفعل يكون مفرد فعل مفرد فعل ايه مفرد يعني مثلا هقول doing doing sports يعني ممارسة الرياضات sports دي جمع ولكن هنقول is مثلا useful مفيد ليه شباب نعندك الفاعل هنا اللي هو doing جيراند ده الفاعل واي فاعل ing فعله مفرد على طول تمام كده ممارسة الرياضة تكون مفيدة من اللي يكون مفيد ممارسة الرياضة يعني هي الفاعل وبالتالي الفعل يتبع الفاعل وليس ايه كلمة اخرى او مفعول وهكذا وبالتالي هنا الفاعل لازم يكون مفرد عشان is تمام كده يبقى using cars ان استخدام السيارات هو احدى اسباب التلوث الهوائي طيب ليه مخترتش used زي 29 used يعني مستخدم صح ودي صفة الصفة مش بتحدد الفعل اللي بيحدد الفعل الموصوف وبالتالي لو قلت used cars لازم تكون r رقم 31 which do you think is noot city in the world ايا تعتقد نقط المدينة في العالم the most exciting يعني الاكثر اثارة في العالم اه كده قارن ايه ما بين طرف ومجموعة المدينة وباقي المدن وبالتالي تفضيل طيب most exciting عايزة ذا طيب more exciting ركز في دي اول ما تلاقي ا تمام او ان حتى وبعدها صفة مقارنة صفة ايه مقارنة لازم لازم بعد صفة المقارنة يكون في موصوف والموصوف ده يكون مفرد ناكرة يعد لازم زي مثلا a more intelligent boy student وكذا طيب هل هنا في اس مفرد ناكرة اه في بيقولك a more exciting city سليمة ولكن فين المقارنة ما هيدي مقارنة يبقى ده الصيغة سليمة طبعا كده كده نحزف دي لان المفروض يكون في ا زي سي عشان city اس مفرد ناكرة يعد ولكن الفكرة ان هنا مفيش مقارنة بين طرفين يعني لما اقول لك مثلا انهي مدينة تعتقد اكبر من التانية او احلم التانية باريس ولا كذا من الاخر زي جملة اثنين وثلاثين هنا ما جابش في رقم واحدة وثلاثين ما جابش طرفين فما ينفعش نقارن فالاجابة تكون تفضيل لكن في اثنين وثلاثين جاب لك مقارنة ما بين ايه مدنتين بيقول لك انهي تعتقد اكثر اثارة من بين المدينتين طرفين ففي مقارنة تمام كده هتقول لي ليه ما استخدمناش زي ما قلنا طالما في اسم مفرد نكرا يعد لازم قبلها ا جاي عشان ا او ان حسب الصوت طيب في تلاتة وثلاثين بيقول المرة دي حزف ايه ارجع كده الاثنين وثلاثين الاثنين وثلاثين كان فيه ستي اسم مفرد نكرا دي وضحت كده يبقى كمان مرة اول ما تلاقي اسم مفرد نكرا يعد بعد صفة مقارنة او صفة عادية ايا كان لازم فيه ادات تنكير اللي هي ا ا او ان رقم اربعة وثلاثين بيقول فيلم حلم الجديد هو فيلمه الاكثر شهرة بوبيلر تمام كده يبقى محتاجين تفضيل دي صفة عادية ماشي اه مست بوبيلر تفضيل ده مست بوبيلر تفضيل طب اني واحدة فيهم بقى احنا اتفقنا اني صفة الملكية الملكية اللي هي زي ايه زي هز زي هير زي ماي زي اور وهكذا تمام لما ييجي بعدها صفة تفضيل بنحزف الذا طبعا اني ذا مست مثلا او ذا ليست او ذا اي اس تي تمام ثم صفة التفضيل او الصفة في المصد هنحزف بقى ايجبارا المرة دي ايه ذا ليه لوجود صفة ملكية اذا الاجابة تكون بيه فنحزف دي عشان ذا ونحزف سي عشان ذا من غير ما نفكر في المعنى لانه اخطاء لغة لوجود صفة ملكية قبل الصفة تمام كده وبالتالي لازم نحزف الذا طب ايه الحالة التانية ان يكون فيه ملكية يبقى فيه ملكية في صفة ملكية وجاية بعدها بذا او ذا ويستي احزف الذا على طول اكبر ام تحزف الذا خمسة وتنبتين بيقول بيقول لك اني الوردة البيضة جميلة ومع ذلك الوردة الحامرة تبدو اكثر جمالا تمام كده فمحتاجين مقارنة محتاجين ايه مقارنة وممكن نحزف بعدها الذا وطرف التاني منعا للتكرار هي تحزفت كده كده عشان مش موجودة في الاختراض بس الفكرة عايزين مقارنة الوحيدة المقارنة ستة وثلاثين كلمة سامت معناها قمة جبل تمام يبقى مقارنة بكلمانجارو جبل ده فان جبل ايفرست ماله وقالك في الاختراض هاي يعني مرتفع وفيه معلومة في الاخر مهمة بيقول اني قمة جبل ايفرست هي القمة الاكثر ارتفاعا في العالم يبقى كده ايفرست هو مرتفع عن مين عن كلمانجارو تقول لا مستر هنا بيدي تفضيل هو بالفعل ادي تفضيل في الجملة من اول هنا ولكن هنا بيقولك مقارنة بكلمانجارو كده طرفين جبل كلمانجارو وجبل ايفرست فمحتاجين مقارنة محتاجين ايه مقارنة مش تفضيل خالص تمام كده ولا في هنا مقارنة طبعا ولكن محتاجة الطرف التاني تمام كده الطرف التاني بالفعل هو جابه في الاول يعني كأنه بيقول افريست از مقارنة ذان كلا منجره ماشي? لس هاي ولا هاير لو قلت لس هاي اتفنى ان لس بعدها صفة قصيرة او طويلة مفيش مشكلة في المصدر اقل ارتفاعا طب ازاي هو اكبر او اكثر جابة ارتفاعا في العالم ونقول مقارنة بي كلا منجره هو اقل ارتفاعا لكده عكس المعنى اذا الاجابة تكون ايه هاير خلي بالك من الجملة دي عشان مهم يبقى هنا قارن ما بين طرفين عشان كده محتاجين مقارنة حزفنا التفضيل طيب عندك هاير ذان دي ايه دي مقارنة وماشي في المعنى لكن عايزة بعدها هاير ذان ات مثلا محتاجين ضمير او الطرف التاني طيب فرقم سبعة وتلاتين نفس الجملة بالضبط بس ألب قالك مقارنة بي افريست فان كل ما انجره هو ايه اقل ارتفاعا اقل ايه ارتفاعا تمانية وتلاتين this tree is the world's noot tree بيقول ان الشجرة دي هي الشجرة اللقط في العالم وخلي بالك فيه ملكية فيبى المفروض تكون the oldest واجبارا نحزف الذا عشان الملكية فتكون oldest فقط موجودة فين اهي سهلة كده طبعا كده كده ما فيش تساوي لان لو فيه تساوي كان جابل لتنين الطرفين والدر دان ما فيش مقارنة برضو كان جابل الطرفين وthe oldest هي الصح ولكن حزفنا الذا عشان ايه الملكية تسعة وثلاثين part two is difficult الجزء الثاني صعب but part one was not ولكن الجزء الاول كان اصعب او اقل صعوبة يعني محتاجين مقارنة ما بين ايه الجزء الاول وجزء الثاني مقارنة فتحزف اي تفضيل ماشا كده يا ترى more difficult than ولا more difficult لو than ظهرت بعد more او less او ايه or في المقارنة لازم الطرف الثاني يظهر يعني تكون كالتالي part two is difficult الجزء الثاني صعب ولكن الجزء الاول كان اصعب من الطرف اللي هنا ده اللي هي الجزء الثاني يعني مفروض more difficult than it او more difficult than part two لكن هنا مفيش part two ولا it مثلا الطرف الثاني بعد ذان مش موجود فدي خطأ واصلا في معلومة عندنا يقولك يا جوز حسف ذان مع الطرف الثاني بعدها يعني لعدم اتكرار يبقى more difficult هتقول لي يا مستر افرض انا فضلت اني ما احزفهاش تمام كده فانت لازم تجيب الطرف الثاني than it او than part two فدي خطأ لغة رقم 40 it is known that women are not surgeons than men من المعروف ان النساء هم ايه او هن ايه جراحات نقط من الرجال في مقارنة فتحزف اي تفضيل مثلا او صفة عادي فضل more worse worse هو اصلا في حاجة اسمها more worse ده خطأ لغة احنا اتفقنا ان كلمة bad بمعنى سيء في المقارنة تكون ايه worse than worse ايه than يبقى فيش حاجة اسمها more worse اصلا خطأ لغة فاليجابة تكون worse يعني اسوأ 41 the quieter the place you live in is the not you feel طبعا كلما كلما the مقارنة يبقى الناحية التانية the مقارنة تمام احزف اي تفضيل او صفة عادي عايزين مقارنة طب في حاجة اسمها more good لا لان اقولنا good زي bad صفة شازة نازم تحفظها في المقارنة تكون better تمام كده better فاليجابة تكون better 42 امير didn't do as not work as I did امير ما عملش شغل كتير زي ما انا عملت عندك as و as الطبيعي ان as دايما بعدها صفة بنقول دايما as او so بعدها صفة ثم as صفة في المصدر بس هنا في اسم موصوف عادي جدا ما اشغلك شكاين مش موجود هو اسم وصفة وكذا نفس القاعدة لازم الصفة تكون في المصدر برضو تمام كده much في المصدر a many في المصدر a والمقارنة بتاعتهم more صح والتفضيل ده ايه ده most طيب few في المصدر a more في المصدر لا دي مقارنة يبقى عندك ثلاثة مصدر بالراحة كده احنا اتفقنا كلمة work يعني عمل العمل اسم لا يعد طلاب معناها الشغل او مكان الشغل او حاجات علي اعملها لكن بمعنى عمل ادبي او عمل ثني حاجة كده منتج زي كتاب مثلا او فيلم عادي تعد يبقى هنا المعنى عايزة يقول شغل عملته يبقى لا تعد فتحزف مين هتحزف few هتحزف مني لان الشغل اسم لا يعد اذا اجابة تكون much رقم 43 بيقول mom has so much not to do احنا لسه قيلين ان much لازم يجي بعدها اسم ايه اسم لا يعد فتحزف اي حاجة فيها اسم فيها اس يبقى تعد صح فاضل بقى كارير يعني حياة مهنية وهوسورك اعمال منزل بيقول ان ماما لديها الكثير من الحياة المهنية عشان تعملها مش منطقية يعني اذا اجابة هوسورك يعني اعمال المنزل يبقى اعمال المنزل برضو اسم لا يعد هومورك اسم لا يعد ولكن لو قلت ووركس كده فيها اس يعني اسم يعد ومفردها اوورك معناها ايه معناها عمل عمل فني نحتي طباعة وهكذا حاجة ايه انتجناها يعني مثلا هقولك الكتاب ده كتاب المعاثر ده هو عمل ادبي او عمل اكاديمي رهيب او حاجة حلو هنا اصدق ايه حاجة همنتجه اذا ساعتها يعد هقول مثلا المعاثر هو عمل مثلا كتابي عظيم وضحت لكن بمعنى اعمال او شغل وحاجات زي كده ما كانت شغل وحاجات دي اسم لا يعد اربعة واربعين انه ادفأ هنا في مصر من كندا الجملة كلها سليمة اذا هو محتاج ايه احنا اتفقنا ساعته اول ما تلاقي الجملة كلها سليمة في مقارنة والدنيا سليمة يبقى هو عايز كلمة بكثير او بقليل منفكر بكثير بكثير يعني اللي هي معناها طريق او طريقة طيب ممكن يكون معناها قليلا بدرجة قليلة يعني بدرجة طفيفة يبقى ساعتها تكون المتاحة مين المتاحة ماتش لان افيو مش جاية من ضمن وابت وسليتلي ومور مش جاية من ضمن ايه ولا فيري من ضمن ماتش وايفن وولوت وفار ووي يبقى اذا معنى الجملة ايه شباب انه ادفأ بكثير في مصر من كندا خمسة واربعين عمر is really a fast runner يعني عمر حقا هو عداء سريع the word fast here is a بيقولك عداء سريع يبقى صفة العداء انه سريع يبقى صفة adjective اذا اجابة تكون adjective ستة واربعين بيقوله عمر run really fast عمر يجري بسرعة كيف يجري عمر يجري بسرعة يبقى حال على طول يبقى اذا عندك fast تمشي تمشي صفة وتصف موصوف fast ممكن تمشي adverb يعني حال وتصف فعل حركة يجري بسرعة تمام طب في حاجة اسمها fast ليه لا خطأ له اذا مرة دي adverb 47 he is patient with his children هو صبور مع اطفاله in this sentence patient is a or not patient هنا صفة ولا اسم احنا اتفقنا كلمة patient كصفة معناها صبور كاسم معناها مريض هنا معناها ايه صبور يبقى صفة يبقى adjective لكن هنا بيقول he is a cancer patient هو مريض بالسرطان عفانا الله تمام يبقى هنا اسم مريض يبقى noun ترجمة نانسي قنقر